موسيقى إذن ما قاله طليبة وما قاله سكندر ابن ويلد عباس الذي هو رمز من رموز الفساد في الجزائر أتكلم على والده الذي صار أمين عام جبهة التحرير وكان عضوه في مجلس الأمة ووزيره كذا وكذا وكذا كان رمز من رموز الفساد يتحدثوا على أنه ولد عباس وماذا يقول؟ قالتني العصابة لأني كنت ضد العهد الخامسة ما شاء الله وأنتم تشوفوها كان مرة في ندوة على المباشر مباشرة جاتوا مكالمة قالت له السكرتيرا من الفوق تذبذب وكانت مكالمة من السعيد بوتفلي لدي أجمعه لي كلك جمال عباسي الشيئة الرئيس الشيئة تونس هذا يعيب رفيق السلاح حنا لشربحنا انتخابات واشي جبت اليوم توقف ولا نعم نتوقف 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 شكرا فوق Ho ناجل ولد عباس كان در يقول لهم سعيد بوتفليقة كان يخبطها ويعطي الأوامر لوالدي مثل شديد هذا شيء ماشيد شديد الخبطجية هذة من اللي كانوا يحكموا في البلاد وكانوا يسكنوا في الفيلة تعكونيناف كان في هذا البشوارب اللي هارب كانوا ضباط مستوى كبير ترطاق من الخبطجية أيضا سعيد بوتفليقة مايفطنش خلاص يتلاقوا في فيلا تعكونيناف يخبطوا ويتقاسموا في ثروات البلد ويتقاسموا في ثروات الشعب ويوزعوا وعلى حساب فلان أعلان ويجمعوا المليارات بمجرد ما يغادروا المكاني عايتوا بتليفون رازوا الأعمال في أقصى الشرق أو أقصى الغرب أو أقصى الجنوب يجريهم بالشكارة عادي البعض يتساءلوا يقول كيفاش نائب في البرلمان يدفع سبع ملاير يروح المنصب نقوله قداشي أخر ستلاثين مليون نضربه ثلاثين مليون ونديره الحساب ثلاثين مليون هاو ثلاثمئة وستين في العام نضربها في خمس سنوات ما لحقيتش سبع ملاير ما لحقيتش يعني هذه الشهر ينتيعه ولكن هو يدرك بأنه يرجح عن طريق الصفقات ويرجح عن طريق الرشا وهو يتقرب من هذا المنصب بدوائر صناع القرار ويصير يدي في تشيب انتاعه من صناع القرار ومن وزراء وكذا وكذا ويصير عنده مشاريع يعني عرفوهم نواب طلعوا من ولاياتهم لا يملكون شيء يوصل إلى العاصمة مباشرة يتزوج مرة ثانية ويصير عنده محلات ويصير عنده مشاريع ويصير عنده مقاولات ويتبنى رجل أعمال معين أو مقاول معين في البناء ويجيب له الصفقات ويديه النسبة انتاع وهكذا ووزراء نفس الشيء الفساد عمى وطن في الدولة الجزائرية لذلك مكفحته ليست من السهلة وتحتاج إلى وقت وتحتاج إلى ضرب يد من حديد تبدأ بالروس وتبدأ تنزل تنزل الفساد في الولايات وفي الدوائر وفي البلدية يعلم بيغرب سبحانه تروحوا تشوفوا الطرقات كيفاش يبنوها اليوم وغدوة يزيدوا وكسرها يخدموا زيغو وبعد ذلك زيغو ما يمشيش يزيدوا وكسرها يفوتوا تري سيتي وكذا كذا على جال حاجة نورمال مو يجي يخدم زيغو بعد ذلك يكرمكم الله وبعد يفوتوا تري سيتي وبعد ذلك يخدم الطريق لا هو يبدأها العكس كل يوم يحفر اليوم يخدم الطريق غدوة يدير الكرلاج وإيه تعرف واحد العابث وكلها من المفروض تكون صفقة واحدة تولي عشر صفقات وكل عشر صفقة يعطونها ميزانية أكبر من حجمها وأيضا نسب تروح إلى جنوب الأصحاء اللي يمدوا في هذه الصفقات الفساد يا جماعة أكثر مما تتخيله الدولة غلية أكثر من ألف مليار وفي الحديث على أكثر من ألف ومئتين مليار دخلت في العشرين سنة من حكم بوتفريقة هذه ألف ومئتين مليار تعيد بناء إفريقيا بالكل مش تبين بناء الجزاء شعبها فقير ما عنده حتى شيء زوالي أين أين ضرب يد بن حديث لذلك أقول أنه خلاص القضية البرلمان فاس جبهة التحرير شوفوا كيف الشيء ماذا يحدث في بيت جبهة التحرير اسمعوا روحوا شوفوا على الصحف ماذا صرحت ليبا واسكندر وغير وماذا يصرحون ووقت جميعي أيضا وستسمعون العجب العجاب وغير 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 من المفروض تشكل لجنة محاسبة في الأحزاب هذه لأرندي وجبهة التحرير شوفوا لأرندي لأرندي في السبعة وتسعين تأسس من هنا صباح الدالة الأغلبية في البرلمان بالتزوير كدش المرة يزوروا يتوزعوا في الكوطات الولاة يعطوا لهم بالحساب جبهة التحرير من ذلك الوقت وهي تدي في المجموعة الأعداد البرلمان تحمل كوطات توزع من طرف الولاة بأوامر من الرئاسة إذن ما كانش لم تحدث أنها انتخابات حقيقية أوصلت للنواب البرلمان ولا مجلس الأمة ولا المجلس الولاي ولا المجلس البلدي بطريقة النزيهة ما كانش كله تزوير في تزوير إذن هذا الحزب اللي زاد بشلاغمه مثل الرندي أو الرندو كما يسموه الجزائريين هذا يحتاج تحلو هذا من المفروض تحلو كيف جمعية فقط جمعية المجتمع المدني لو يثبت عليها أنها دارت شيء ما مخالف للقانون ولو بسيط فوتت فاتورة فيها أمية ألف تحل تحل كيف حزب سياسي وصل عنده وزراء ورؤساء في الحكومة وصبع عنده وزراء وصبع عنده مسيطر على البرلمان وعنده أغلبية برلمانية ويشرع للجزائريين هذا يجب حلو ما تقول ليس جبهة التحرير الآن رهي مقدس الذي مقدس في ثورة جزائرية هو حزب جبهة التحرير الوطني ومن المفروض المقدس الديني والمقدس التاريخي والمقدس اللغوي والمقدس الهوية لا يستعمل في المزادات السياسية هؤلاء أساء لجبهة التحرير الحزب جبهة التحرير الوطني الذي له تاريخ مسرف كحزب في الثورة الجزائرية وفي مرحلة معينة من بداية بناء الدولة الجزائرية ولكن بعد ذلك خاصة من التسعينات ورواح خاصة الآن في عهد من ألفين تحولت إلى عبارة عن دكان للفاسدين والمفسدين دكان للكطات يجيب لك حففات ومع احترامي للحففات نعم ليس أن أتكلم عن المهنة أتكلم بأن الإنسان يوضع في غير ما موضعه يوضع في غير المكان الذي يفو فيه إذن كيف سنبدأ عهد جديد في الجزائر وجمهورية جديدة كموعد الرئيس تبول وأنا عندي هذه الأحزاب تبع الخشيبات والقريصات واللي كانوا ينهبوا في الدولة ما تقول لي أشخاص هي أصلا المؤسسة صارت فاسدة وما فيهاش واحد نظيف إذا ما هوش ما سرقش يكون شاء يشوف الفساد والسرقة والنهب وساكت والغريب أنه فيهم بعض كانوا من المجاهدين في جبهة التحرير قبل في الثورة الجزائرية وقاتل ورفع السلاح من أجل استقلال الجزائر وبعد ذلك يتحول إلى شاهد إذا ما هو شاهد زور يشوف التزوير وساكت الشاهد على الفساد وإن يشوف الفساد ويسكت عليه فهو ساهم كدش حتى دوق لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر